فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وقد روي فيه حديث مرسل عن قتلاتة في كراهيته وقال إن حلق القفى من فعل مجوس نعم قال وكان أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة وقال أيضا لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة حلق بعض الراس للحاجة لا بأس به ولا يدخل في القزى وذلك الحلق للحجامة أن يحتاج إلى العلاج بالحجامة وهي سحب الدم على صفة مخصوصة ويكون موضعها في الرأس ويتطلب هذا حلق الموضع الذي يحتاج إلى وضع الحجامة فيه لا بأس بذلك لأن هذا ليس القصد منه مشابهة الكفار وإنما القصد منه الحاجة